اشتركوا في القناة المداولة الثانية في الفقراجين من المادة ثلاثة من مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي حيث قرر تغيير كلمة الرسوم الى مبلغ وذلك بناء على طلب الحكومة الموقرة قبل ان يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع القانون ومن معالي رئيس مجلس نواب بخصوص حالة بعض المشاريع بقانون الى اللجان المختصة هذا وقد ناقش تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020 باضافة مادة جديدة برقم 62 مكررا الى قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمتضمن توصية اللجنة بالتوافق مع قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على مشروع القانون بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور وذلك باعتبار أن مشروع القانون متحقق بالفعل واختتمت الجلسة ببحث المجلس لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن دراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين والمتضمن التدابير التشريعية المطلوبة لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه الأمن الغذائي في مملكة البحرين نشأ في مجلس الشورى اليوم موضوع التقرير المرفوع من اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الأمن القذائي وحقيقة هذا العمل كان عمل تكاملي بالتعاون مع الحكومة الموقرة في هذا الجانب الجهات المعنية التي تم الاجتماع معها أيضا مع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة خلصنا فيه إلى رصد عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات الثلاث الزراعي والحيواني والداجني وأيضا السمكي تم وضع عدد من التوصيات الخاصة بهذا الشأن وكذلك التوصيات العامة التي كان من أهمها أن ضرورة أن العمل يكون على وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن القذائي أيضا أن يتم تضمين ذلك مسألة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع والقذاء في مملكة البحرين بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ميزانية مستجيبة للأمن القذائي تعتمد كأولوية من ضمن الميزانية العامة للدولة رابعا وجدنا أن لابد من أن يتم اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لوضع بعض الحلول سد استحداث بعض التشريعات أو القرارات التنفيذية في هذا الجانب مرسوم بقانون يصدر بخصوص تحويل الأندية إلى شركات تجارية كان الهدف منه هو إنشاء الأندية الجديدة كشركات تجارية وكذلك الأندية القائمة الحالية بإمكانها أنها تتحول إلى شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية وبالتالي تصبح شركة تجارية استثمارية تساهم في اقتصاد المحرين وتشجع على الاستثمار في هذا القطاع التجاري القطاع الرياضي تحسين تشجع improved ترجمة نانسي قنقر